وتزامناً والاحتفالات باليوم العالمي للطفولة وبهدف الاندماج بالمجتمع نظمت قيادة الحرس الجمهوري على مستوى الفوج الحادي عشر للخيالة والمواكبة أبواباً مفتوحة لفائدة أطفال من ذوي الهمم قدموا من ولايات مختلفة من الوطن وهو النشاط الذي دأبت على تقديمه قيادة الحرس الجمهوري كل سنة بهدف إدخال الفرحة والبهجة على نفوس الأطفال من خلال ممارسة العلاج النفسي بركوب الخيلة كما تضمن البرنامج تنظيم عدة ورشات ثقافية وترفيهية إلى جانب عروض في الفروسية